السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى انكم إذا كنت في завтра حماسك وفديو ورحمة طoraقة ال� spheres معمر بوحد الحشوة اللي سهلة اقتصادية وكذلك حتى الباقيت سهل اقتصادي غدين نسموه ان شاء الله بوحد تنسي ما كتجي رائع رائع جدا نتمنى انكم يعجبكم كذلك نتمنى انكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ويلا معي مباشرة المقادر والطريقة ديالها الباقيت هذا فبسم الله على بركة الله كيف ممكن تشوفوا هنا عندي فوحد قصيعة عندي فيه الدقيق بالنسبة لدقيق عندي دقيق الابيض دي هو دقيق ديال الفورس تقريبا جوج ديال زلايف وعندي دقيق ديال القمح تهو تقريبا زلافة بالنسبة لدقيق ديال القمح اللي ما عندهاش يمكن لها تعودوا بالفينو ومي معلح حسب اللي متوفر عندكم زل عليهم معلقة كبيرة من سكر سانيدة او من سكر الخاشين معلقة اللي ممسوحة ديال خاميرات الخبز وحد الخميرة ديال الحلوة من وزن ثمانية غرام كوشتو معايا وغادي نسمو الباقيت ديالنا بالزعتر كيف مما كتشوفوا معايا العجين ديال وتقريبا را كتجي في حل عجينة ديال بيزا كتجي من السم صراحة كيجي رائع يعني في دك نكهة ديال الزعتر كيجي رائع رائع جدا نتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقة صراحة كيجي احسن من الباقيت العادي يعني بطريقته العادية هدا تنسي ما هديك كتخليه كيجي زوين بزاف ورشيشة ديال الملح كيف ما اشتو معايا موين الملحة لحسب الضوك وغادي نزيد اربعات ديال المعالق من زيت نباتية يمكنكم ديرو زيت الزيتون فعوض الزيت نباتية على حسب اللي متوفر عندكم ولي كتفضلو صافين بعد موضع التربعات ديال المعالق كيف ما اشتو معايا المعالق باش كنا ناكلو كوس كوس صافة غادي نحاول انا نحرك مزيان ذاك الدقيق مع ذاك الخميرة الملحة كما قد لكم اللي وضعنا له ومن بعد غادي نجيب الموهة اللي تكون دافية وغادي نجمع العجين ديالي بهات طريقة هادي صافينا كنجمع وانا كرش في الماحتة نجمع العجين وغادي نخليه يختمر من بعد مو ما غادي نجمع وغادي ندركو حد المدة دير جوج دقيق وغادي نخليه يختمر غادي ندوز معاكم مباشرة هنا يلعم العمارة او الحوشو اللي غادي نحتاج غادي نحتاج فيها ثلاثة ديال البصلات اللي متوسطين اللي مقطعهم بالطريقة هادي كذلك جوج حبة تكبار ديال الفلفلة حلوة حتى وما مقطعين بنفس الطريقة بالنسبة للفلفلة يمكن لكم ديدو فلفلة صفرة فلفلة حمراء على حسب اللي متوفر عندكم وغادي نضيف الزيت مهم الزيت غادي نضيفه فقط تقريب معا ملعقة ديال الزيت كيف كنعرفو يعني البصلرة كطلق الماديالها ما كانحتاجوش يعني باش نديرو الزيت بزاف وبالنسبة للحوشوة او هاد العمارة ضروريخ ستجي يعني اه ناشفه ما تجيش مزيته باش ما تخرج الناشم الباقيت على بره صافي غادي نحرك مزيان كيف شيتو معايا غادي نخلي واحدة كطح ومن بعد غادي نزيدو لها صدر ديال الدجاج اللي حكاه او اللي طاحنا بات طريقة على شكل كفتا صافي وغادي نشحره مزيان مهم مع ذاك البصيلة وذاك الفلفلة اللي وضعنا كيف مشتو معايا حوشوة اللي سهلة اقتصادية تقريبا متوفرة في كل بيت وكيبقى على حسب الاختيار ديالكم باش ما بغيتو عمرو يمكنكو بديرو لادان يمكنكو بديرو الكفتا مهم كيبقى على حسب كل واحد وشنو كيبغي وعلى حسب اللي متوفر عند كل واحد غادي نضيف توابيل بالنسبة لتولي كيف شيتو معايا نضيفتوهم ضيفت سكنجبير اللي بزار الخرقوم تحميرا او فلفلح مرا الملح وغادي نزيد واحد ونصف ضيال ضامتي رشيشة من ملوين غدائي كيبقى على حسب الاختيار يمكنكم تصغنوا عليه وعندي هنا زيتون مقطع طريفات اللي مهم مقطع طريفات صغار سوف غادي نحرك ذاك التوابيل مزيان مع ذاك ستر ديال الجاش في الفلاء او البصلة من الافضل انكم تخليوا التوابيل حتى الاخير باش ما تحرقش ليكم يعني في الاول حتى يقرب ان طيب لكم ذاك البصلة وذاك ستر ديال الجاش عضيفوا التوابيل وغادي نزل مباشرة بالك الزيتون كيما قد لكم اللي مقطعها رقيق وغادي نحرك مزيان وغادي نخليه مهم حتى قد تضح لي واحد المدة ديال خمسة دقيقة ونطفع ليه هنا مباشرة دوزنا اللي عاجين بعد ما اختامر كيف مماشته معايا غادي ندوز ودابش غادي نشكله عندي هنا زيت نباتية ضروري كنحتاجه الزيت صافي غادي نحبط منو دك الهواء اللي كاين في الداخل ديالو وغادي ندوز غادي نشكله كويرات اللي يكونوا صغارين بزاف وكيبقى الحجم على حسب كل واحد يمكن لكم ديرهم صغار كبار كيبقى لحسب كل واحد وقداش كيبغي ديرهم صافي غادي نشكلهم انا غير صغارين ورا ما شاء الله يعني كينتفخوا كيبليوا كبار وخا صغارين كيبليوا كبارين بعد ما كينتفخوا بها الطريقة هادي صافي غادي نشكل العاجين ديالي كله بنفس طريقة وغادي رجع معكم من بعد ما نشكله من بعد ما شكلت العاجين كيف مما كتشوفوا معي را ما شاء الله كيبتا واحد الكيمية كتيرا كيف مما كتشوفوا معي غادي نبدي معكم بأول كويرا اللي شكلت وغادي نمشيها بهالطريقة هادي غادي نحاول انني نمشيها على شكل طولي وغادي نجيب دباء العمارة او الحوشو اللي حضرت معكم اه ضروري تخليوها حتى تبرد انا الصراحة ما بردت ليش مزيان ولا انا من الافضل انكم توجدوها يعني على تاسع وتخليوها حتى تبرد مزيان وعاد اعمرو بها الباقيت ديالكم صافي غادي ندير واحد الكيمية من معقولة كيف ما كتشوفوا معاي فاضل المرحلة هادي هادي مكلكم تزيدو عليه الجبن ويمكن يبقى لكم على حسب الاختيار انا ما غادي نزيد حتى شي حاجا غادي نخلي فقط العمارة هادي فقط اللي حبيتو اذا كان عندكم توفر زيدو الجبن من الفوق صافي وغادي نسدو عليه مزيان نرى نسدو عليه يعني كنن نسدو كنبركو كي يبقى مسدود كيف مبغينا له صراحة العجينة يعني كتلسق وحدا مع اختارة نسدو كي يساعدنا بكل سهولة كيفما كتشوفوا معاي ضروري تبلعوا زيان بها الطريقة باش ما تخرج لكمش العمارة ديالكم العجين انتمو وفي الاخير كتعطينا ذاك شكيل ديال الباقيطة غادي نعاود معاكم حبة اخرى بنفس الطريقة كنديرو العمارة الاول كنسرحوا العجين على شكل طولي كيف ما شوتوا معايا كنديرو الحوشوة ديالنا صافي وكنبلعوا على العجين وكنتحصلوا على ذاك شكيل ديال الباقيطة مومنتوما كيفما كتشوفوا را العجين راه يعني كيساعد بكل سهولة ورا كيلتاسق فقط ما عليكم غي تبركو عليهم زيان باش ما تخرج لكمش العمارة ديالكم من العجين حاولوا انكم تسدو مزيان بطريقة هادي وبالنسبة للجيهة اللي تسدوها هي اللي تدروها يعني من الجيهة ديال الدحت الجيهة ديال اللي كان بلعو هي اللي تكون من الدحت من الجيهة ديال اللاطة صافيك نكونوا دهني اللاطة ديالنا ديال الفورم بالقليل من زبدة او زيت انا دهنتها بشوية ديال زبدة خديت هنا صفار ديال البيضة مع قطيرة ديال الحليم بعد ما كملت الكمية اللي عندي ديال الباقيط صافيه غادي ندهنهم كلهم بها تصفار ديال البيضة بشنا ياخدونا ديال الوين محمر ويمكن لكم ترشو عليهم جنجلان كيبقى على حسب الاختيار ديالكم انا غادي نخليهم غير هاكك ما غادي يعني ما غادي نشارشو محسب شي حاجة غادي نخليهم كيف مهما فقط غادي ندهنهم بها تصفار ديال البيضة غادي ناخد هنا واحد سكين بعد ما ذهنتهم كلهم وغادي نحاول اني ندير فيهم ذاك الخطوطة كي تم الفوق باش يعطيني ذاك الشكيل ديال الباقيط فقط اه يعني تحريفة اللي تكون صغيرة كيف ماشته معايا بنص طريقة وفاد المرحلة هادي كنكون يعني شعلت على الفرن ديالي خليته كي يسخن صافيه بعد ما غادي نشكلهم بحلاكة غادي ندخل لطا ديالي الفرن غادي نخليهم الجهة ديالي حتى كي يطيبوا يتحمروا من الجهة ديال تحت ومن بعد غادي نهبطهم باش ياخدوا ندك الوين الذهابي من الجهة يعني على وجههم بالنسبة لنار ديال الفرن تكون نار متوسطة ما قليلاش وما مجهوداش في نفس الوقت صافيه اخواتين بعد ما دخلتهم من الفرن طابوا وخرجتهم هوا هادا شكي يديهم كيف كي يجي كي يجي رائع جدا صراحة كي يجيوا في فنين خصوصا ده بمع الوليدات ديال يعني وليدات المدرسة وهذا يصلحوا انكم تعطيهم لون في بلاصة ديال لغدا في بلاصة ديال قوتي صراحة كي يجيوا في فنين فنين بسافرو طب من نسف مين في موحد النكهة رائعة كي يجي ورطبين كيف ماشيتوا معايا والدادين بهذه العمارة اللي يدرنا اخواني واخواتين نتمنى انهم يعجبوكم يعجبكم فيديو ديال اليومة نتمنى مكون خفيفة ضريفة على قلوبكم لما مشتركش يشترك في القناة وليك يزار قناتي الاول مرة فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معليكم مغيتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل جديد كاللوحو نتمنى مكون خفيفة ضريفة على قلوبكم كما قدليكم كذلك ما تبخلوش على اختكم بواحد لايك وتعليقكم زوينة اللي بقي كيش هاد الفيديو حتى لده باقي نقول لكم شكرا على حسن المتابعة وميما انتم ممكن ما كتشوفون بعد محلية لكم باقي طام من الداخل رها بقي صخونة ما قدرت انني نقيصها هانتم ما كتجي اغزالة اغزالة بزاسة رحض العمارة هذي كتجي لديدة وسهلة اقتصادية كيف مشتوا معايا ده باقي نقول لكم ما تنسونيش بواحد لايك كيف ممكن شوفوا معاي خلي بليلي لايك ديالكم على الفيديو سنقول لكم سلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف لعادة ان شاء الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر